فساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق يتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع من خلال انتشار المخدرات بشكل مخيف ينذر بانهيار كبير يهدد منظومة القيام في البلد ففي إحصائية حكومية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 سجلت أكثر من ستمائة حالة مخدرات بين تاجر ومتعاط في بغداد وحدها وذلك بحسب ما أكده ضباط في مديرية مكافحة المخدرات والأرقام تتضاعف في المحافظات الجنوبية والوسطى والأسيام القريبة من إيران المخدرات تأتي من خلال المعابر الحدودية المفتوحة والتي تسيطر عليها الميليشيات لتنشر في محافظات العراق في حين كشف النائب جواد الموسوي عن معلومات تؤكد تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد الوضع السياسي والاقتصادي عموماً وازدياد معدلات البطالة دفع باتجاه انتشار تناول وترويج المخدرات في المجتمع العراقي الذي كان خالياً تماماً من هذه الظاهرة قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 شرطة محافظة ميسان ذكرت أن المحافظة تعاني بسبب ظاهرة تناول المخدرات والمتاجرة بها لكونها تقع في موقع جغرافي تقترب فيه من دول تعد مرتعاً لتجارة المخدرات في إشارة إلى إيران وشهدت محافظة ميسان ومحافظات أخرى سلسلة من الجرائم وصفت بالمروعة على أيدي مدمن المخدرات واختصونا بعلم الاجتماع يأكدوا أن تزايد تلك الحوادث جاء نتيجة تنامي ظاهرة الإدمان على المخدرات وهو ما زاد من نسبة الجريمة وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن الأسرة العراقية باتت الخاسرة الأكبر من انتشار المخدرات في العراق بعد تزايد معدلات العنف الأسري والطلاق والانتحار والجريمة ترجمة نانسي قنقر